السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية والسلام على احلى ناس. واحلى متابعين نبدأ يومنا النهاردة معاكم يومنا الجميل عزمتي فيه ابو يا امي وعملت لهم احلى اكل وهوريكم انا عملت لهم ايه? اول حاجة لنا نزبت السوق وجبت فراخ وجبت لحمة مفرومة وهوريكم عملت الاكل ازاي. انا عملنا جبنا الفراخ وغسلناها بالدي واللمون والحاجات ديات. وبعدين جبت جبت الخلاط وحطت في بسلتان وحطت في ارنفلفل والطايتان. واربح في سستان. وبعدين وحطت معهم التواب اللي هو بغارة الفراخ. وحطت معهم سبع بغارات. وحطت معهم آآ فلفل سود وكمون والحاجات ديات كلها. وبعدين حطتهم فراخ وضربتهم في الخلاط. وبعدين جبتهم على الفراخ ونزلتهم وزا ما انتم شايفين كده ماشي. وبعدين آآ اعدت بقى ادعات بهم بقى في تحت الجلد لان انا كنت جاي باوراك يا جماعة ووراك كبيرة وكده. وكده وكدت مدخلة بدخل في الحاجات ده زي ما انتم شايفين معايا كده بدخل التدبلة بتاعتهم تحت تحت الجلد وكده. وبعد ما خلص كده التدبلة كويس احطهم يشراهم التدبلة بتاعتهم ساحتان في في التلاج. وجينا بعد الساحتان جبتهم راستهم في الصنية اول وغسلت معاكم صنية رز وحطت عليها اللبن وحطت رسات الفراخ في الصنية وحطها في الفرن. زي ما انتم شايفين كده بورك. ولعنا الفرن وحطناهم فيه. وهتشوفونا هوات وانا ايه وانا هولع معاكم الفرن. اهو. حطت بقى بحطي رز في الفرن هوات معاكم. والفرن مولع يا جماعة. وبعدين حطت الفراخ في الفرن هوات. ماشي. آآ زي ما انتم شايفين كده يا حباب قلبي. وايه وهولع معاكم الفرن وهتشوفوا بقى بس بانا بهد النار عشان خاطر ايه الحاجة ما تستويش بسرعة. وهو انتم شايفين الرز وبشيل اهوت في الفرن اهو. والفراغ برضو بدت تحمر ايه معاكم. وانا بوروكم بقى انا عملت تعالوا بقى ايه هنا انا كنت جايبا لحمة مفرومة ومتابلها وكده بس انا مردتش اطول معاكم الفيد. فجينا طلعنا هستوت حوت وبمحمد جي معاكم هوات هو لو ايشو معاكم الكفتة يا جماعة هوات بولع اه ولع الفحم اهو وحط عليها وحولع النار وحط عليه الفحم اهو دي يا حبيبي بصوا خليكم معا عشان تشوفوا كل حاجة انا عملتها معاكم يعني مش يا ابو محمد هو اللي بيعمل معاكم بس هو يعني ايه مش ظاهر بنفسه يعني وبقول لي ايه انا اه اصر بس ما اتورنش اه كده شايفين اهو ولا شغل المروحة ايه تعالوا عشان النار تبقى ايه تبقى علي احنا على السطح يا جماعة اهو بشغل المروحة المروحة لما تشتغل النار بقى بتاعت الفحمة ايه هتولع ماشي يا حبيبي خليكم بقى معايا عشان تشوفوا احنا ايه احنا بنعمل ايه ماشي والفحمة يولع معاكم اهو واتنسو تحطو لايك يا جماعة اه بصوا يا حبيبي قلبي لو الفحمة ولعها هوت وهتلاقوا بقى هو هيعمل لكم بقى ايه الكفتة يشوها معاكم هنوروكم الكفتة احنا بنعملها ازاي انا قلت متبلة يا حبيبي الكفتة معاكم بس مرضتش اللي انا اطول معاكم الفيديو واعملوا لكم شوفوا يا حبيبي بالبي اهو بس والله العظيم ما حد يعلموا ايه حاجة بس هو مقنضيف وبيعمل كل حاجة حلوة يعني ايه حاجة بتشوفها تبصت لاقي ايه بديو بلقط بسرعة فهو اشوفوا كأنه كأنه اه متعلم الكفتة ديت من اه من شيف كبير ماشي يا حبيبي ايه اهو شايفين والكفتة هتطلع جميل انا عملناها كزا مرة وكانت تلعة روعة 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 مشي يا حبيبي وايه وعتنسوا يا جماعة تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان تيوصلكوا كل جديد وخدوا بالكو وخدوا بالكو معايا اللي انا اهو شفته اهو بحط بروس الكفتة على الفحمة هوت ماشي وماشي يا حبيبي بيحطوهم على السيوخ يعني وانا يوريكم انا عملتوا يومنا النهاردة وعزما فيه ابويا ام يعني وولت اما يوريهم احنا بنعمل ايه عملتوا لهم الفراخ في الفرن وعملت لهم الكفتة واحسن حاجة يا جماعة لما يعني والعيلة لما نكون مع بعض العيال واحنا كلنا مع بعضينا يعني ماشي يا حبيبي يلا معا اهو شايفين اهو محمد شايفين هو بيعمل الكفتة بصبحها كانو شيف حاجة حلوة والله يا جماعة يعني اما وعصات حباة والهوى والشامس وشايفين كل حاجة حلوة يعني معاكم ماشي وانا يا جماعة والله العظيم اللي انت هتحبه القناة وهتحبه شوفين بقى المصدر الجامل ده يا جماعة اهو شفت الكفتة هيتي حبيبي الكفتة هيبتت شوي وبقلبها هو تشوفت حمرة زاوية تجميلة ايه كفتة روعة وتعمها يا جماعة رهيب يعني لان انا انا متبلها تدبلها حلوة يعني حط على اه فارمة على البصل وفارمة على الحاجات اهو شوفت بنزل الكفتة وات في الطبق حطيني الطبق ده على منادي المطبخ وبروس عليها اه الكفتة ماشي وابصو يا حبيبي بتاع الاكل عصات حبيبها جميل يعني انا اوروكو بعد ما نخلص اوروكو صنية الفراخ اللي انا عملتها والكفتة هيت بورا لكم وصنية الفراخة هيت ماشي وصنية الرزة هيت والمخلل والسلطة والحاجات دي ودي حاجة جميلة والله العظيم وهتشوفوا كل الفيديوهات الحلوة معاكم وهتشوفوا معي احل ايام يعني يعني الحاجة وبصوا بعد ما كان هوت جبنا جاتو وجبنا بيبسي وحلنا بعد الاكل يعني بعد ما اتغدينا وبالهنا والشفة والله العظيم يا حبيبي انتو اللي انا حبيتكو حبيبي الله يكون الفيديو عجبكم وربنا يقدرني اعملكم احلى فيديوهات يا احلى متابعين في الدنيا وما تنسوش تشتركو في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك عشان وصالوكم كل جديد ويا الله سلام يا احلى متابعين في الدنيا